الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه الرجع وإليه المآب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تبارك وتعالى بشيرًا بالثواب ونذيرًا من العقاب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولنها والألباب أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة عبد يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون وصفٌ موبق جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه وبيان خطورته إذا سيطر على القلوب أهلكها وإذا ولج إلى النفوس أعطبها معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام ألا وهو عباد الله اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وفي المسند للبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ملك بائر قال الشرك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والقنوط أشد اليأس أيها المؤمنون عباد الله ومن شأوا القنوط واليأس الجهل بالله تبارك وتعالى وبكماله سبحانه في أسمائه وصفاته وأنه جل وعلا عليم أحاط بكل شيء علما قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تواب يبسط يده بالليل ليتوب موسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيء الليل كريم جواد يمينه ملآ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار غفور غفار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره حي محسن يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبودية لله وكمال الثقة به وحسن الانتجاء إليه وقوة التوكل عليه وشدة الطمع فيما عنده دون إياس أو قنوط والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي ويقول في الحديث الآخر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الدنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الآخر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فلما الإياس ولم القنوط والله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء أيها المؤمنون عباد الله ومن علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسحيره جل في علاه وأنها ماضية بما قدره وقضاه وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه من آمن هذا الإيمان استراح قلبه ولم يضطرب واطمأن فؤاده ولم ينزعج وهل اضطراب القلب يرد أمرا مقدورا وهل انزعاجه يجلب أمرا غير مقدر اللهم إلا آلام وغصص وحسرات تؤذي القلوب وتضعف إيمانها وتوهي من صلتها بالله تبارك وتعالى أيها المؤمنون عباد الله ومن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطاياه فليتأمل كثيرا في قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطاعة وأن يحرص على مباعدتها عن العصيان غير مستسلم ليأس أو قنوط بل مجاهدا نفسه على طاعة الله عاملا على نير رضاه جل في علاه وليتأمل حاله في مصالحه الدنيوية ومبتغياته من متاع الحياة أليس يتعامل معها دون إياس أو قنوط فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه والعطشان يبحث عن ما يروي ضماءه إلى غير ذلك من مصالح الدنيا وحاجاتها فلما الاستسلام للذنوب لما لا تدفع العقوبة الأخروية بالتوبة إلى الله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى إذا كان العبد يتوقى من كثير من الأطعمة خوف مضرتها لما لا يتق الذنوب خوف معرتها أليس هو قادم على الله ومؤاخذه سبحانه على ما قدم في هذه الحياة ولهذا وجب عليه أن يكون ناصحا لنفسه مقبلا على ربه غير مستسلم ليأس أو قنوط ولا أيضا متماديا مع تأخير أو تسويف والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ترجمة نانسي قنقر